كنا حكينا سابقاً على الموقف الأمريكي المتذبذب وفي برشة مرات فهم مسؤولين أمريكيين نعطاه التصريحات كانت صدمة وضربة موجعة إلى حركة النهضة وقيادات النهضة لأن الأمريكين منذ البداية كانوا موفقين مسار رئيس الجمهورية قيسة سعيد والإخوان عملوا في الول برشة على الموقف الأمريكي اللي رأى أنه النجم يكون ضد رئيس قيسة سعيد وبالتالي يعني مش تتحرك معهم أمريكي اللي سهروا أنه الأمريكين جايوا في صف رئيس الجمهورية قيسة سعيد قبل ما ندخل فيه التفاصيل نحب نعمل إشارة إلى أنه برشة محلين اليوم سواء في تونس وإلا في الخارج يقول لك أنه قيسة سعيد ما نجمش يعمل ذاكي لكل وحده اللي قام به لكل مسار هذا 25 جويل إلا ما تكون عنده موافقة من قوى داخلية وأجنبية في إشارة إلى الجيش الأمن وإلى الجهة الأمريكية أو القوى الدولية في العالم اللي نعرفه الناس الكل بين ذا فرين إنه الإخوان شكون حطهم هي هال القوى الأجنبية هذه اللي حبت في وقت من الأوقات تخدم بهم تغير السائد ومن بعد تنجم تكون هذه إشارة إلى أنه ما عادش فيما مصلحة بيهم الأخوان هذه ما بالتالي بش يتم إبعادهم من الحكم وكانت تونس آخر معقل للأخوان في العالم العربي يعني شفتوا في ليبيا شنواصار شفتوا في اليمن شفتوا في سوريا إلى غير ذلك قوس نسكره نرجع إلى الموقف الأمريكي اللي قلت اللي اليوم فم موقف آخر بدأ يتم الترويج له في وسائل العالم الأمريكية أو في تصريحات بعض المسؤولين الأمريكيين خليني نبدأ بتصريح السيناتور كريس ميرفي اللي قال علاقة تونس بأمريكا ستسوء كثيرا إذا لم يغير سعيد مساره السيناتور الأمريكي هذا ممثل عن الحزب الديموقراطي في أمريكي يقول إلي شعبية رئيس الجمهورية قيس سعيد ما ردها وهده بتنمية الاقتصادية وهذا لن يكون إلا بدعم من أمريكا والغرب يعني قيس سعيد من أجمي حقق شايم الوعود لقدمها للشهب واليحذى بموافقة شعبية نظرا لهذه الوعود لقدمها من قيس سعيد على الأرض الويقع من أجمش يحقق هالوعود هذه لأنه في حاجة إلى أمريكا والغرب بشي مولوه ولك يقول علاقة تونس بأمريكا ستسوء كثيرا إذا لم يغير سعيد مساره نحب نسأل سؤال قبل ما نكمل شنو أراكم في الكلمة ذا شعبية الرئيس مزالت كيما هي ولا لا إجابة هل أنت تدعم رئيس الجمهورية قيس سعيد نعم أم لا أم أنك غيرت موقف كنت تدعمه ما عادش تدعمه في إشارة إلى أنه لكلام الأمريكي اللي قادت قال أنه قيس سعيد بش يخسر الأنصار متاعه لأنه غير قادر على تحقيق الوعود اللي قدمها للشعب التونسي نفس المسؤول هذية في تصريح لواشنطن بوست صحيفة أمريكية يقول أنه توا يعني فما حالة عدم يقين حقيقي بشأن الطريقة اللي قاد يسير بها رئيس الجمهورية قيس سعيد يقول الوقت قد حان للإشارة إلى قيس سعيد والشعب التونسي بأنه علاقة الولايات المتحدة بتونس ستعاني بشكل كبير إذا لم يغير الرئيس مساره وهذه نقطة نجم تستغلها حركة النهضة اليوم هالضغط الأمريكي هذية اللي طالب الرئيس بتغيير مساره شنو يقصد بالضبط كيف يغير رئيس الجمهورية المساره خلينا نحكيه شوية شنو وقعد ساير فما مفاوضات مع صندوق النقد الدولي قبل شنو ولي ساير يجي صندوق النقد الدولي يتفهم مع أي حكومة من الحكومة اللي صارت قبل على إصلاحات في بيلهم بشتتم الإصلاحات وتنفذهم الحكومة تونسية اللي سير وما تتنفذش للإصلاحات هذي نقول لكم عليها شنو يا برزها عليش الحكومة من بعد تقول أين ما نجمتش نفي بالتزاماتي لأنه فما اتحاد الشغل اتحاد الشغل رافظ الزيادات والتوفيد في المواسطات العمومية وتسريح من الوظيفة العمومية يعني ورفع الدعم على المعنى الناس دعم تاعم المواد الأساسية والمحروقات لا غير ذلك وكذي أهم الحاجة اللي تنبيهم الصندوق أي حكومة ما نجمتش تنفذها خطر تواجه صلابة اتحاد الشغل اليوم صندوق النقد الدولي والقوى الأجنبية قادة تفرض على قيس سعيد ورئيس الحكومة أنه يتحاور أولا مع اتحاد الشغل يحبوا يعملوا اتفاق واضح صريح بموافقة اتحاد الشغل بش يكون قوية الاتفاق بش ينبعد حتى حكومة ما تتنصل من مسؤولية متاحة وتقول الاتحاد رفض هذه الاسلاحات هذيك عليه شوفنا قيس سعيد تقابل مع الأمين العام نوردين طبوبي وقعد برش يشكر في الاتحاد واللقاء تقريبا ديم ثلاثة سوائع ونص وتبهت الحال قليل يودي مع الاتصال دائم مع الطبوبي على كل كيف اجتحب أمريكا اليوم رئيس الجمهورية يغير مسار إدارة البلاد أولا من خلال فتح قنوات الحوار مع اتحاد الشغل وغيره من المنظمات اللي اليوم فيما برشا دعوات إلى أنه يعني يتم تشريك البقية خليني ما نقولش الأحزاب بينما اتحاد الشغل وبعض المنظمات الأخرى السيناتور الأمريكي يقول اللي تحركت قيس سعيد كنت عندها شعبية كبيرة يسر ولكن بدأت تتلاشى بشكل مضطرت ذيك عليش التوينس هيعرفوا أنه قيس سعيد بشيهزهم أو بشيونهي الأزمة السياسية في البلاد ذيك عليش يعاولوا عليه هذا اللي وعد به رئيس الجمهورية قيس سعيد دونك يقول لك أنه الناس يحبوه لأنه وعد ليس فقط بالقضافة على الفساد ولكن لتغيير الاقتصاد ولا يمكنه فعل ذلك بدون الغرب والولايات المتحدة نلقى أيضا مقال الواشنطن بوست تقول لك حان الوقت لاتخاذ مواقف متشددة ضد الرئيس قيس سعيد هذا يعني الكاتب في صحيفة واشنطن بوست جوش روغين اللي حذر في تقرير ترجمته موقع عربي 21 ما قال أنه تلاشي ديمقراطية في تونس أمام أعيننا وهذا يعني تغير كبير في الموقف الأمريكي ويشيري لأنه إذا يعني فما حتى حركت أو فما قررات منتظرة من الرئيس قيس سعيد لإنقاذ الموقف يقول قصة النجاح الوحيدة من الربيع العربي تونس تنزلق نحو هوية الاستبداد ولا أحد يرى الولايات المتحدة في أي مكان في إشارة إلى تغييب دور الولايات المتحدة يقول أيضا عندما عزل الرئيس قيس سعيد رئيس الوزراء المشيشي وحل البرلمان وأطلق عينين الجيش ضد معرضيه في إشارة للمحاكمات اللي صارت عبر المجتمع الدولي بشكل عام عن تفائل حذرة في إعادة سعيد السلطة الذي استولى عليها سريعا ويقول لك أنه سيطر على المحاكم وأصدر حكم في ديسمبر على المنصف المرزوقي ربع سنين وفما ناس بالزي المدني اعتقلوا وزير العادل الأسبق نوردين البحيري وبرشا ما ويقف أخرى يذكرهم يقول لك الكاتب زيدا أنه فما تقرير صدر على منظمة أمنيستي يعني منظمة العفو الدولية يقول لك أنه الجيش التونسي سيطر عليه قيس سعيد وأيضا نلقى تحذيرات إلى الرئيس ويوجه له رسالة إلى رئيس الجمهورية يقول أنه العلاقة مع الولايات المتحدة ستعاني كثيرا إن لم يغير رئيس مساره اليوم فما دعوة إلى تغيير المسار وإلا بشيء تعرضه إلى الاتفاق بين صندوق النقد الدولي بتونس ونجم يمنع صندوق نوية قروض التونس يعني من خلال فرض عقوبات اقتصادية على الدولة التونسية إذا لم يخضع رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى هذه المطالب الأمريكية ترجمة نانسي قنقر